مستمرين في دعم فلسطين هذا كان عنوان مقال للنقاش لحركة فرايدس فور فيوتشر اللي بتقودها الناشطة البيئية السويدي الشهيرة غريتا تومبيري والتي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الجهات ومنظمات السويدية بسبب موقفها تجاه القضية الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وشارة تومبيري والناشطين الآخرين المشاركين في هذا المقال إلى أن ما يجري حاليا في قطاع غزة هو حملة إبادة جماعية وأكدت تومبيري أن حركة فرايدس فور فيوتشر تقف دائما من أجل الحق وكونوا هاي الحركة كانت دائما بالطالب بالعدالة من أجل المناخ فلازم أيضا الطالب بالعدالة من أجل البشر ولذلك وقفت مع الفلسطينيين طبعا هذا المقال تم نشره أيضا على صحيفة الڭارديان البريطانية مما جاء فيه أنه هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين لا يعطي إسرائيل الحق أو الشرعية بالجرائم الحرب التي تقوم بها حاليا في غزة وكذلك ارتكاب إبادة جماعية هو ليس دفاعا عن النفس أو ليس ردا متناسبا ولذلك لا يمكن الوقوف على الحياد في هذا الوضع بحسب توم بيري اللي تعرضت للمزيد من الانتقادات بعد هذا المقال خصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص والأطراف الداعمي للكيان الإسرائيلي شكرا لكم بموقف جريتا وزملئها بحركة Fridays for Future كتبونا عراءكم بالتعليقات وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم